طيب تعالوا نشوف الكابتن طلعت يوسف بقى المدير الفني القدير بصراحة اللي هو بصراحة وقع يعني يعني أنا بصراحة أنا طول عمري أنا من الفانس بصراحة بتوعه الكابتن طلعت يوسف يعني الرجل أحبه وأحترمه على المستوى التدريبي وعلى المستوى الإنساني والشخصي كمان بصراحة يعني أقل لك مباراة الزمالك مختلفة عن مباراة أمب الماضية بسبب قوة المنافس الزمالك يمتلك الحلول ونجحنا في وضع حلولا لإيقاف خطورته قال لا أرى أن هناك فرصا خطيرة أطيحت للزمالك وأرى أن نتيجة التعادل مرضية من خلال الأداء والروح والتركيز والإصرار ولست راضي فنيا بالشكل الكامل عايز أركز في موضوع لست راضي فنيا بالشكل الكامل أنا واثق أن الكابتن طلعت يوسف لا ده لسه قدامه لسه لسه قدامه وقت عشان يرضى فنيا بالشكل الكامل فرقة فيها طبعا أكيد جي شايف الوضع من بداية الموسم في مشاكل كتير ولكن عايز أقول وجود واحد إذا الكابتن طلعت يوسف يعالج أهم مشكلة ودي اللي أنا اتكلمت فيها مع الكابتن هيسم عربي قبل أي حاجة خالص الروح إذا العيبة يبقى عندها روح في الملعب إزاي العيبة يبقى عندها روح في الملعب وده موجود وده بان في أمبي وبان في مباراة الزمالك النهاردة النواحي الفنية هتاخد وقت تصحيح الأخطاء هياخد وقت المعسكر اللي الكابتن هيسم عربي قال إن الكابتن طلعت يوسف طلبه ده فرصة في التوقف الدولي إن هو يطلع معسكر يقعد بقى مع لعيبته يقعد يحفز يشوف الأخطاء فين يتكلم مع ده يتكلم مع دوت يبتدي يشوف رؤية لمكان ممكن يبتدي يشوف لعيب يحطه في مكان تاني كل الأمور الفنية دي هتزبط ولكن أهم حاجة واللي اختلف حتة حتة الروح